بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج العظماء المئة في هذه الحلقة سنستعرض سوية قصة بطل من أبطال الجزائر وفي البداية يجب علي أن أعترف أن تاريخ الجزائر القديم والحديث كان شيئا غامضا بالنسبة لي وأعتقد أنه أيضا شيء غامض بالنسبة للكثيرين ممن لا يعرفون تاريخ هذا البلد الإسلامي الكبير وذلك لأسباب عديدة من أهمها إغفال المناهج الدراسية العربية لتاريخ الجزائر العظيم وهو ما قام به غزاة التاريخ وعملائهم وأقسم أنني عندما قلبت صفحات التاريخ عن قصة الجزائر وجدت أن لهذا البلد العملاق تاريخا أقل ما يقال عنه أنه تاريخ يكتب بماء الذهب وفي هذه الحلقة سنحاول استعراض لمحات من تاريخ الجزائر عبر قصة عظيم من عظماء أمة الإسلام ظهر في أرض الجزائر فغير من مجرى التاريخ هذا العظيم هو البطل الإسلامي الكبير الأمير عبد القادر الجزائري رحمه الله تعالى والذي قاوم الغزاة الفرنسيين وأذاقهم الهزائمة والهزائم في بلاد الجزائر الحرة وذلك منذ تقدم فرنسا لاحتلال الجزائر عام 1827 وقبل أن نصارض قصة هذا البطل العظيم علينا أن نطلح على أنفسنا ثلاث أسئلة لماذا فرنسا بالتحديد؟ ولماذا الجزائر بالتحديد؟ ولماذا سنة 1827 بالتحديد؟ هل كانت مجرد مصادفة؟ أم أن كل شيء كان مدبرا بإحكام من الغزاة؟ ولمعرفة الإجابة عن السؤالين الأخيرين ابقوا معي لنهاية الحلقة لكي تعلموا أن أعداء الأمة يخططون بطريقة خبيثة وقذرة لكل خطوة في طريق حربهم ضد هذه الأمة أما السؤال الأول لماذا فرنسا بالتحديد؟ فسنجيبه الآن من خلال استعراضنا لحقائق تاريخية لن تستغرب بعد معرفتها من كون فرنسا هي الدولة التي تقدمت غيرها من الدول الأوروبية لتكون على طلعة الدول الاستخرابية فرنسا كان لديها ولا زال إحساس بأنها هي المدافع الأول عن المسيحية الكاثولوكية وسنشاهد عبر حلقات برنامجنا لاحقا إن شاء الله أنها لطالما كانت تمد الجيوش القشتالية في الأندلس بالمتطوعين والأسلحة في حربهم ضد دول الأندلس الإسلامية عبر مئات السنين وحتى في شرق القارة الأوروبية كانت فرنسا دائما تدفع بالجنود الفرنسيين في حروب الخلافة العثمانية الإسلامية وذلك لمساندة الدول المسيحية في شرق القارة حتى ولو كانت فرنسا مع عداء مذهبي مع تلك الدول التي كانت تتبع الكنيسة الأرثوذكسية لذلك فلن تستغرب أن الدعوة للحروب الصليبية مثلا لم تخرج من روما وإنما من فرنسا وبالتحديد في مدينة كليرمون الفرنسية سنة 1095 عندما ناد منها البابا أربان الثاني لقتال المسلمين هل فهمت الآن سر عداء فرنسا لكل ما هو إسلامي؟ هل فهمت السر حساسية فرنسا من الحجاب؟ هل أدركت السبب ورأى كون فرنسا أكبر معارض لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي؟ إن دراستنا للتاريخ لا تنبع من كون دراسة التاريخ مجرد قصص نتسل بها وإنما ندرس التاريخ لكي نفهم الحاضر ولنستفيد منه في بناء المستقبل وهذا ما نرمي إليه من خلال طرحنا لحلقات هذا البرنامج نريد أن ندرس التاريخ لكي نبني من خلاله مستقبل أمتنا المجيد الذي حتما وبدون أدنى شك سيعود مشرقا من جديد واحتلال فرنسا للجزائر لم يكن كما كان يعتقد بعض المساكين من أجل نشر الحضارة في الجزائر فقد كانت الجزائر أكثر تحضرا وروقيا من فرنسا بل إن فرنسا كانت عجزة عن سداد ديونها الكبيرة لدى الجزائر وقتها حيث كانت الجزائر تقرض فرنسا قبل غزو فرنسا لها وكانت الحضارة العلمية والتقدم المدني في الجزائر يفوق بكثير التخلف الحضاري الذي كان سائدا في فرنسا ويكفيك أن تعلم أن صناعة العطور الفرنسية جاءت بعد انتشار الروائح القذرة في شوارع باريس الأمر الذي دفع الفرنسيين لصناعة العطور للتخفيف من وطأة تلك الروائح الكريهة بينما كانت شوارع الجزائر العاصمة مثالا حيا للتقدم الإسلامي ويكفيك أن تقرأ ما كتبه الرحالة الألماني فيلهم شيمبرا حين زار الجزائر في شهر ديسمبر من عام 1831 حيث قال لقد بحثت قصدا عن عربي واحد في الجزائر يجهل القراءة والكتابة غير أني لم أعثر عليه في حين أني وجدت ذلك في بلدان جنوب أوروبا فقل ما يصادف المرء هناك من يستطيع القراءة من بين أفراد تلك الشعوب الأوروبية وحتى بعد الثورة الفرنسية فإن فرنسا لم تتحول للعلمانية كما يظن الكثيرون بل كانت نصرانية كاثوليكية وصليبية ولعل ما جاء على لسان الفرنسيين أنفسهم ما يؤكد هذا القول وقرأ إنشئت قول القائد الفرنسي كليرمون ديتونير عندما فرض حصارا على السواحل الجزائرية حيث قال ربما يساعدنا الحظ بهذه المناسبة لنشر المدنية بين السكان الأصليين فندخلهم بذلك في النصرانية وأيضا الوصف الذي قدمه قائد الحملة الفرنسية دوبرمون حيث قال مولاي لقد فتحت بهذا الغزو بابا للمسيحية على شاطئ أفريقيا ولك أن تعلم أنه من أصل 112 مسجدا في العاصمة الجزائر لوحدها قبل الغزو الفرنسي لم يبق الفرنسيون إلا على خمسة مساجد فقط والباقي قاموا بهدمه أو تحويله إلى مخازن أو استبلات ثم منعوا الحج تماما وقام الجنود الفرنسيون بالنهب والسلب في بيوت المسلمين الجزائريين حتى أن بعض من الفرنسيين كانوا يأتون بأقراط النساء بأذانهن بعد أن يقطعوها بالسكين هذه المآسي نذكرها لنبين للمنبهرين بالإتيكيت الفرنسي أن الفرنسيين ما زالوا يرفضون الاعتذار للجزائر عن جرائمهم التي ارتكبوها في حق المسلمين في الجزائر بل إن البرلمان الفرنسي في عام 2005 سن قانونا يمجد في تاريخه في الجزائر واعتبره فعلا حضاريا فإن كان ما فعله الفرنسيون في الجزائر حضارة فسحقا إذن لحضارتهم ومن بين ركام جرائم الفرنسيين في الجزائر خرج عظيمنا العملاق الأمير عبدالقادر الجزائري ليقود حركة الجهاد الإسلامي ضد الغزاة الفرنسيين الصليبيين وكان وقتها في بداية العشرينات من عمره فوحد صفوف القبائل تحت إمرته وشرع بالنضال لطرد الغزاة فأذاق الفرنسيين الويلات وكبدهم الخسائر الفادحة الأمر الذي دفع فرنسا إلى إرسال جيش لتدمير الأمير وجنوده وفي عام 1835 التقى الجيش الفرنسي مدعما بأحدث الأسلحة العسكرية أنذاك والمزود بمؤونة وذخيرة ومدافع بقيادة وزير الحرب الفرنسي تريزيل ليقابل الجيش الجزائري بقيادة البطل عبد القادر الجزائري في معركة المقطع يسألوا جند الصليب يسألوا جند التاتا أن يأيسنا من قتال أو كسرنا من حصار وادكوفت عن مكة بعد صاغر وانتظار فانتصر مجاهد الجزائر بقيادة الأمير عبد القادر الجزائري على الغزاة الفرنسيين في معركة المقطع الخالدة وقتل مئات الغزاة الفرنسيين الصليبيين بأيدي أفطال الجزائر ولفت الأمير عبد القادر الجزائري أنظار العالم إلى عقرية فريدة حيث إن عمره وقتها لم يتجاوز السادسة والعشرين فاستمر في توحيد الصفوف ومقاومة المستخرب الفرنسي وابتكر نظاما جديدا لم يكن معروفا وهو نظام العاصمة المتنقلة فكان يتنقل بعاصمته من مكان إلى مكان الأمر الذي أربك الفرنسيين لسنوات طويلة لاقوا فيها الهزائمة والهزائم مما دفعهم في النهاية لعقد اتفاقية صلح مع الأمير ولكن كعادتهم سرعان ما نقضوها فقام الجنرال بيجو باتباع سياسة الأرض المحروقة وارتكاب أبشع صور الجرائم قال للجزائريين سوف أقوم بحرق قراكم وسوف أقوم باقتلاع أشجار الفاكهة لديكم وحقنا لدماء الجزائريين الذين حرقت قراهم وحرقت جثثهم أحيان استسلم الأمير المجاهد عبد القادر الجزائري لكي يوقف الفرنسيون جرائمهم ضد الأطفال والنساء فقام الفرنسيون بإرساله إلى سجن في فرنسا ثم أطلقوا سراحه بعد سنوات من الأسر شريطة ألا يعود للجزائر فسفر لعاصمة الخلافة الإسلامية إسطنبول حيث استقبله الخليفة الإسلامي وأكرم نزله فطلب منه الأمير أن يعيش في دمشق فعاش الأمير في دمشق إلى أن توفي رحمه الله في عام 1300 تجرية الموافق لعام 1883 رحمه الله تعالى رحمة واسعة العجيب والجميل في قصة الأمير عبد القادر الجزائري أنه عندما كان يقيم في دمشق حصلت فتنة بين الدروز والنصارى فقام الأمير بحماية آلاف النصارى الذين احتموا به غير آبهم بما فعله النصارى بالمسلمين في بلاد الجزائر ضاربا بذلك أروع صور السمو الإنساني الإسلامي لدعاة الحضارة من الصليبيين الفرنسيين أما الآن فقد جاء وقت الإجابة عن السؤالين الذين طرحناهما في بداية الحلقة لماذا الجزائر بالتحديد؟ ولماذا عام 1827 بالتحديد؟ أما لماذا عام 1827؟ ففي هذا العام تم تدمير أسطول الخلافة الإسلامية في معركة نفارين فعلم الغزاة الصليبيون أنه ليست هناك قوة بحرية تحمي شواطئ الجزائر فلم ينتظروا طويلا فقام الأوغاد بغزو الجزائر في نفس السنة أما لماذا الجزائر؟ فقد أراد الغزاة الصليبيون الانتقام من الجزائر بالذات حيث كانت الجزائر قاعدة الخلافة الإسلامية في جهادها البحري ومركزا للأسطول الإسلامي العملاق التابع لقوات الخلافة الإسلامية العثمانية وكان يطلق على الجزائر وقتها دار الإسلام والجهاد الجزائر إذن كانت معنية بالتحديد حيث كانت مركزا لأعظم قوة بحرية على وجه الأرض ويكفيك أن تدرك مدى القوة التي وصلت إليها الجزائر تحت ظل الخلافة الإسلامية العثمانية أن تعلم أن جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية دفع الجزية لأسطول الخلافة الإسلامية العثمانية المتمركز في الجزائر فما قصة هذا الأسطول الإسلامي الذي كان أعظم قوة على وجه الأرض وكيف كانت ممالك أوروبا تتسابق لدفع الجزية لهذا الأسطول وما قصة معركة بروزا الخالدة أكبر معركة بحرية في تاريخ الإسلام بأسره وما قصة العملية المستحيلة التي قام بها قائد الأسطول الإسلامي لإنقاذ مسلمي الأندلس من مراكز التعذيب الأسبانية تابعوا معي الحلقة القادمة لنتابع سوية قصة أخوين عظيمين غيرا مجرى التاريخ بأسره كونوا في الموعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأتشرف بمتابعتكم لقناتنا على اليوتيوب لكي تصلكم حلقات البرنامج أولا بأول وسأتشرف أكثر لقراءة تعليقاتكم واستفساراتكم على صفحتنا على اليوتيوب والفيسبوك والتويتر سنحاول الإجابة إن شاء الله على جميع الاستفسارات شكرا لكم أكدنا لات السلاسي عزنا أسوار تصدر واسألوه قصر المدى إذ به الفاقع كبّر لا نباني لو أرادنا خلع آهات الكبار في سبيل الله سرنا عبر ساحات الكبار اشتركوا في القناة